أنا عارفة أنت حبيبك كثير في الواصل بس في دايرة حلوة يعني عشت كده في بيتها علاء ولي الدين ووكلت الملوخية ورز وملاق وفي أكل كانت كثير في بيتها علاء ولي الدين وفي وقت ما كانش في أكل وإحنا طلبة بقى أيوة طبعا رحت مصر جديدة بقى وقعدت أعاد حلوة عندي قعدني بقى وبيتهم كانت طراوة عارفت معنى كلمة الطراوة ومش بيتهم يعني طراوة يعني بيت ربيعة كده وإحنا عادين الشبابيك مفتحها وفي هوا لطيجة بل كنات بقى مصر الجديدة الحلوة غريبة جدا وبعدين أنت قعدة شام ريحة الأكل الملوخية البيتي وشام ريحة الفراخ وهي بتحمرها الستة العظيمة أم عليها رحمة الله عليها دي دي أم حلونة جدا تدخل عليها زي علاء كمان حلون جدا هو هو كان واخد منها كتير نسحة ايوة ف وده واحد جاي هي مش عارفهم هو داخل معا واحد مين دا القصير دا اللي انت جايبه يعني يا بدأ يعني مين يا بدأ وده واحد علاء لقيته في المعهد جبته معايا فلاقت الواحد دا عيش معاهم وبنام معاهم وبصحة أفطر معاهم وبطلب أكل وعايز أشرب شاي وبقى إيه أن أنا أخذ مصروف وننازل يعني روح عيشت معا عيشت معا صفت لديت دايرة بتاعتك طبعا أحمد آدم صلاح عبدالله وهنيدي وهنيدي وأشرف عبدالباك وأشرف عبدالباك طبعا يعني دول بقى المجموعة اللي ارتبطت والعجيبة أن كلها ارتبطت كل حد على حدة ولكن اكتملت الدايرة عند علاء وليد دين صحيح يعني علاء يعرف أشرف لوحده ويعرف هنيدي لوحده ويعرف علاء مرسي لوحده بس الدايرة دي كلها فيها خفة الدم والكوميديا ما هي صادفة إن كل دول في الفترة دي كوميدي وكلنا بنشتغل في المسارح طبعا اللي بنشتغل مشهد في مصرحية واللي بنشتغل مش عارف إيه ولكن كان أكثرنا يعني تحرك في الحكاية كان آدم وصلاح لأنه بشتغلوا مع الأستاذ جلال الشرقاوي والأستاذ صبحي فدول بالنسبة لنا يعني معديين الحكاية شوية أنا وهنيدي هنيدي في اتجاه الجامعة وأنا في الأكاديمية وبعدين هنيدي بدأ يتحرك شوية في المصرح مع أستاذ سيد زيان علاء مع المتحدين بحكم إنه هو توارث فكرة المتحدين عن والده كل واحد بقى ماشي في داريته بس في النهاية في دايرة واحدة اه اتجمعنا في عمل واحد بس عمل واحد بس اللي هو كان وانت عامل ايه وده كان البداية للجيل حقيقي اه في حين أنه هو كان المسمى بتاعه العمل ده كنا احنا عارفين نسميه مسلسل قصير اللي هو بعد كده سموه ستكم أو تسمى بستكم وده كان أول ستكم دي بداية الستكم دي بداية الستكم كملها بعد كده أشرف عبدالباقي بقى طبعا وقدم عمل حاجة زيها وعلى فكرة عايزة أقولك كان بيزاع على القناة تانية في التلفزيون المصري طبعا كم بيزاع طبعا ترجمة نانسي قنقر